قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك توجيها من الرئيس السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة يشمل التطوير الإداري والمالي وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأنثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلة لالتزاماتها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة حيث تمت الإشارة إلى وجود مقترح بتشكيل اللجنة العليا للهيئة العامة الاقتصادية والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها والتنصيق فيما بينها في تحقيق السياسات واستراتيجيات الدولة ورفع معدلات أداء هذه الهيئات